اشتركوا في القناة القمر في الثور في منزلة الدبران حتى تمام ساعة 4 و 11 دقيقة صباحا ومن ثم رح ينتقل منزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح الا الاشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم او الاعمال او الاسحار وغيرهم يعني ومن الافضل عدم البدء باي عمل جديد رح يمكث القمر في منزلة الهقعة حتى صباح يوم 8 و 9 في تمام الساعة 4 و 11 دقيقة صباحا اما بالنسبة لا تأثير القمر لما بكون موجود في منزلة في الثور لانه اغلب اليوم رح يكون في الثور لغاية حلقة الغد بنشعر بالحذر اكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وانه ما نفكر باقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت ومشاهدة التلفاز مثلا اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم كل الزوايا رح تكون ايجابية اول زاوية رح نذكرها هي زاوية ذكرناها في الامس يعني اخر زاوية واللي هي اساسا رح تكون بعد بعد حلقتنا واحنا حلقتنا منبثة ساعة 6 بتوقيت الاردن اه فاول زاوية رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 8 و7 دقائق مساء بنهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر ونيبتون رح تكون في تمام الساعة 12 و35 دقيقة بعد منتصف الليل بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية وبتعزز الخيال الخصب وبيقوى عنا الحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بالفن زي الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 36 و39 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما اخر زاوية هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وزحل في تمام الساعة 12 و46 دقيقة بعد الظهر بتساعدنا في تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق عنا حسب الشعور بالمسئولية بعد الزاوية هاي مباشرة يعني الساعة 12 و46 دقيقة بيبدأ خلو المسار يعني بعد الظهر وبيستمر الى تمام الساعة 9 و27 دقيقة مساء طبعا كل الاوقات بتوقيت جرينيج هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 9 و27 دقيقة مساء القمر بيصير موجود بالجوزاء اما بالنسبة لخلو المسار القادم بما ان القمر رح يكون في الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم 11 تسعة في تمام الساعة 4 و47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 28 و22 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر القمر المحدد 21 يوم في تمام الساعة 7 و33 دقيقة مساء بيصير 22 يوم نسبة الاضاءة 68% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء لغاية يوم 11 تسعة المزاج سعيد بنسبة مرتفعة تصل لـ 80% وخاصة بعد الظهر عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة مزاج سعيد الظهرة في الأسد حتى يوم 12 مزاجها منتحس طبعا نسبة الانتحاسة من 40 لـ 60% وخصوصا في ساعات الظهر المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع طبعا هو منتحس الآن بسبب استعداده للتراجع في حلقة نزلت اليوم موجودة على القناة هي عن تراجع المريخ وتفاصيله بالكامل ياريت اللي بيحب يسمع يرجع لها وبتمنى الكل يسمعها أساسا أما بالنسبة للمشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة يعني قرب عملية السرعة تبعته أنه يرجع للمسير الأمامي مزاجه منتحس ما زال لأنه بتراجع زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه منتحس أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه منتحس بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا أول شي بدنا نحكي عن البيت الأول والبيت الأول طبعا اليوم في استعداد لتصرفات متسرعة أو عصبية أو حدية بالطباع إجمالا الأجواء هي إيجابية إذا ضبط أعصابك إذا ما ضبطت أعصابك معناته أعرف أنه اليوم رح تدخل بي نقاشات حدي وخلافات واستفزازات عالية شوي فحاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود فيه لآخر يوم فتحمل نوع من أنواع الفرص المالية اللي بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالج استحقاق مالي أهم مش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء اليوم تحمل أكثر من طاقة للاتصالات والحوارات والنقاشات والتواصل والزيارات وأمور إلها علاقة بالتعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء داعمة بشكل جيد على مستوى البيت وبتعمل توافق ما بينك وبين أفراد العائلة أهم شيء أنك أنت تنجز واجباتك ما تتسرع قلل من مصاريفك أهم شيء ومن حديتك وإصدار الأوامر أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الزهرة فعشان يكمنقول لك حاول أنك أنت تضبط أعصابك أثناء التعامل مع الأحبة حاول أنك ما تتسرع بقراراتك وحاول أنك يتراجع أمورك بشكل جيد الفترة هاي بتهدد استقرار أي علاقة عاطفية ضعيفة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل فممكن تحقق بعض الإنجازات أو الاهتمامات في مكان العمل ممكن شوي تحملك هاي فرص يا عمل جديد يا إنجاز ملفات يا توطيد علاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا عطارد بيدعمك بقوة بيعمل قدرة على التواصل وأمور إلى علاقة بالشراكة أو تعامل ما بين الأزواج بيتخلي العلاقة فيها نوع من أنواع الود أو نوع من أنواع تراجع عن قرارات سابقة أو نوع من أنواع الإنسجام أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فيه من كرة يهتم ببعض القضايا المالية أو المحاسبية أو أشياء لها علاقة بالقروض بالديون أو اهتمامات بدفعات معينة أهم شيء إذا كان فيه قضايا إلها علاقة بالأمور المالية حاول أنك ما تهملها أما بالنسبة للبيت التاسع يبتنشط فيه أمور إلها علاقة بالاتصالات وخصوصا الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا إلها علاقة إما بالسفر أو بالاستراد أو التصدير أو المشتريات من مؤسسات بعيدة أو شركات بعيدة أهم شيء اللي عنده امتحان جامعي أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوذ أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة بنقول لك دير بالك وخصوصا الموليد العشرية الثالثة من أي شيء بيهدد السمعة أو مشاكل على مستوى العمل أو علاقتكم مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد وبيدعمك على مستوى الأصدقاء فممكن تنشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء خلال هذا اليوم إما زيارة أو يتوجه لك دعوة لزيارة أو يتجمعوا عندك كنوع من أنواع الزيارة أو التواصل الأجواء الإيجابية حاول تستغلها بأي شيء بينفعك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا بتركز على الأحلام على الأوهام على الكوابيس على الوساوس الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وبرضو بتساعدك على الاهتمام بأمور صحية خلال هذا اليوم أفضل من الفترات الماضية برج الثور طبعا بما أن القمر موجود عندكم لآخر يوم فثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة لتشجيع أو لتتشجع لمواجهة خصوصا في أمور كانت صعبة ممكن تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وممكن تنتصر على كثير من الاعتبارات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الوضع المالي اليوم ممكن تحقق بعض الإنجازات المالية ممكن مكاسب ممكن هبات مساعدات نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنك تقلل من مصاريفك الأرباح أو المكاسب عادة تيجي من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنشاط وسرعة البديهة عندك ثقة عالية بالنفس وبرضو قدرة على الإقناع والتحاول ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو اهتمام بأمور علاقة بالصيانة إما للسيارة أو لأجهزة جهاز كومبيوتر أو تليفون أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الشوي بتحمل نوع من أنواع الأعباء أو الضغوطات أو المشاكل العائلية أو يعني بتحس حالك داخل البيت مزاجيا مش مرتاح أو في عصبية ضغط عليك حاول أنك تضبط أعصابك ما في داعي للإندفاع ولا للتهور ولا لأصدار القرارات اللي ممكن أنها تكون مش لصالحات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي يعني بتحمل أشياء إيجابية على المستوى العاطفي صحيح أن الشمس الآن بلشت تعمل زاوية يعني زاوية التقابل مع نبتون ولكن إجمالا في كثير من الأشخاص رح يستفيدوا منها عاطفيا أو توطيد علاقتهم العاطفية أو بداية علاقة عاطفية بالفترة في منكم رح يكون له تعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فعطارد بيدعمكم على مسائل إلها علاقة بالعمل صحيح أنه ممكن تكثر عندكم الأعمال ولكن عندكم قدرة على إنجازها حتى لو عملتم ساعات إضافية أهم مش أنك تركز بشكل جيد وتهتم بشؤونك الصحية وخصوصا العصبي اللي إلها علاقة بأعصاب المعدة أو القولون أو أعصاب الورك اللي هي أسفل الظهر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى بيت الشراكة وتعاملكم مع شركاء المال أو العاطفية أو الأزواج ولكن الطاقة عندكم شوي بتكون ضعيفة عشان هيك بنقول لكم راقبوا وضعكم الصحي ما في داعي لإصدار القرارات أو الإنفعالات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن بتفتح مجالات جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة إما بنوك أو ضريبة أو تأمين أو أموال الزوج أو الاهتمام بقضايا مالية أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بتحصيل مكاسب بتعود لك من أشخاص أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى النشاطات إلها علاقة بالسفر والاتصالات والامتحانات وأمور إلها علاقة بالجامعات ولكن بما أنه إحنا بنحكي قاعدين عن الجديل اللي فيه كواكب بتتراجع فمنحاول نقولكم أنه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد إذا كان عندك دراسة حاول أنك تركز وما تتسرع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكيها جيدة على مستوى السمعة بتعزز من بعض النقاط القوية أو قدرة التعامل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الأصدقاء بدعم من علاقاتكم ولقاءاتكم ومنمكن تنشطوا في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأصدقاء زي لقاءات أو حوارات أو نقاشات إلى أهم ضبط الأعصاب مع شخص ممكن يخالفك بالرأي أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا منحكي عن المريخ وبلش يضغط بشكل سلبي احذروا من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليكم بالخفاء أو بعض المسائل اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ إما على مستوى العمل أو على مستوى الصحة مرج الجوزاء طبعا لغاية ساعات المساء بدكم تظلوا برضو نفس الشيء ضبطين أعصابكم الفترة هاي مرهقة ومتعبة ممكن أغلبكم بشعر ببعض الإرهاق أو التعب أو التوتر بالفترة هاي أو الإنزعاج من بعض المسائل بدها ضبط أعصاب وتتحملوا اليوم هاد لغاية ساعات المساء بعدين الأجواء بتصير إيجابية بتعوض أشياء كثيرة من الأشياء اللي صارت معكم بالفترة الماضية وممكن يهدأ بالكم أو يطمئن خاطركم أهم شيء ضبط الأعصاب لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن تحمل بعض المكاسب المالية أو الفرص المالية لبعضكم اللي بتيجي عادة من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتكونوا تقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة شوي في نوع من أنواع العصبية أو الحدية أو عدم الانتباه أثناء الحركة برضو بتكونوا تنتبهوا على أعصابكم وتنتبهوا من الإصابات أثناء الحركة أو قيادة السيارة بتحمل الفترة هاي نوع من أنواع الأعطال اللي لها علاقة إما بجهاز كمبيوتر أو تليفون أو بحدية أثناء التعامل أو انزعاج أثناء التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الشوي تحمل نوع من أنواع التوتر فأهم شي ضبط الأعصاب أثناء تعاملكم مع أفراد العائلة أو إنجاز أعمالكم المنزلية أو العائلية اليوم أخف ضغوط من الأيام الماضية ولكن برضو بظل في نوع من أنواع القلق أو التوتر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء من عطارد بتدعمك على القدرة بالتواصل مع الأحبة أو مع الحبيب أو إنجاز بعض الأمور المهمة بالتواصل أو إقناع الحبيب بمسألة معينة يعني في نوع من أنواع الدعم والتعاطف عندك رغبة للانطلاق أو للنزهة أو لشغلات لها علاقة بالخروجة أو تغيير الجوء وحابب أنك تطلع وتغير من مزاجك برضو الفترة هاي مناسبة وخصوصا بتخفف من الضغوط اللي عليك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم ولكن ما ترهق حالك كثير راقب وضعك الصحي وارضو انتبه لطريقة التعامل ما بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى علاقاتك وحواراتك مع الشركاء شركاء المال أو العاطفي أو الأزواج فممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة أو التواصل الجيد ما بينك وبينهم وهذا الإشي راح يدعم أو يدعم من علاقاتك بالفترة هاي أو يوطد العلاقة ما بينك وبين الزوج أهم إشي ما تتخذ قرارات صعبة وما تدخل بخلافات أو نقاشات أما بالنسبة للبيت الثامن فهو يعني شوي بوتر على مستوى الأموال المشتركة فنرجع منذكر أنه بدك تدير بالك من مصاريفك خصوصا الأموال اللي ما بتعود لك ما تلزم حالك بأشياء شوي ممكن يكون فيها نوع من أنواع الصعوبة وبرضو في نفس اللحظة دير بالك من النصابين والمحتالين اللي ممكن يستغلك أو يستغلوا طيبتك في بعض الأوقات واحذر من الأمور اللي إلح علاقة بالقضايا المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن كل ما اقتربنا للمساء بتزيد الرغبة أكثر بالتواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلد الأهم إذا كان عندك امتحان أو مقابل يبدأك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة طالما أنت محافظ عليها بدون حدية مغامرات مجازفات ابعد عنهم وبرضو خلي علاقتك ودي ووطد العلاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بدك تكون حذر من بعض المجازفات أو المغامرات أو الخلافات اللي ممكن تكون ما بينك وبين أحد الأصدقاء بدك تضبط عصابك قدر الإمكان وبرضو ما في داعي للمجازفات بأشياء ممكن تهدد استقرارك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال صحيح أنه القمر هو سعيد ببيت متعبك فعشان هيك بساعدك في بعض الأمور ولكن بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني إنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك أهم مش أنك ما توقع على عقد وما تبدأ عملي جديد لأنه الفترة اللي سفارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك لغاية ساعة المساء بعدين اعمل اللي بالدكية برج السرطان يعني الأجواء جيدة حاول تستغلها لآخر يوم وخصوصا قبل ما يصل القمر للجوزاء له بيت متعبك في ساعات المساء فعشان هيك من الآن بتبلش في بعض الضغوطات أو تتعركس بعض الأمور حاول تنجز الأعمال المهمة والضرورية قبل ما تبلش الضغط اللي هو اللي جاي في الأيام القادمة فحاول أنك أنت تنجزها حاول تهتم بنفسك أكثر حاول أنك تكسب قد ما بتقدر اليوم من علاقاتك أو من صداقاتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ما زالت حدي على مستوى الأمور المالية في نوع من أنواع التقلبات إما ضغوطات أو مصاريف أو قلق من وضع مالي معين هو شوي بسبب لك نوع من أنواع الإيرابات برضو ما تبالغ أو تجازف في الوضع المالي وحاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتدعمك بالاتصالات والحوارات والتنقلات وبرضو عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع وبتكون لماح زيادة اليوم لدرجة أنه ما فيه شاردة ولا واردة إلا بتكون مدقق عليها أهم شيء اللي عنده تنقلات بس يحذر أثناء تنقلاته ما فيه أي شيء خطر آخر اللي عنده امتحان رح يقدم بشكل ممتاز وخصوصا على المستوى المدرسي أما بالنسبة للبيت الرابع بتدعمك الأمور على مستوى البيت والعائلة والعلاقة العائلية والتواصل مع أفراد العائلة وبرضو بتوطد من العلاقة ما بينك وبينهم ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي لها علاقة بالبيت أو التواصل الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور والأجواء روتينية شيئا ما بنقول لك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بخلافات أو نقاشات حدي في نوع من أنواع الإنس جام ما بينك وبين الحبيب ولكن بدون فتح ملفات قديمة أو استفزاز الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو بيدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم بمساعدة أشخاص يعني بعمل مشترك وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فما زلنا من قلك دير بالك من أي شيء بهدد استقرار علاقتك الزوجية فعشانك ابتعد عن الخلافات والنقاشات والجدلات ما بينك وبين الأزواج بالفترة هاي وحاول أنك تتراجع عن قرار إذا كان العمر بتطلب نوع من أنواع المصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ما ممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة خلال هذا اليوم أو أمور العلاقة بالقروض بالديون بسداد بعض الالتزامات اللي عليك أو إعادة حسابات معينة الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط على المسائل المالية المشتركة أهم إشي إذا كان عندك قضية مالية حاول تهتم فيها وما تهملها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض المسائل الجيدة اللي إلها علاقة إما بالسفر أو بامتحنات أو مقابلات وخصوصا لامتحنات الجامعية أهم شيء إنه حاول تدرس ما تعتمد على الحظ بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة وهي ممكن تدفعك لبعض التهور وخصوصا موليد العاشرية الثالثة ببعض المسائل اللي ممكن إنها تشوه سمعتك إما القرار أو تصرف أو ممكن إيشي العلاقة بالعمل أو مشكلة بالعمل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل تطلب منك الحيطة وضبط العصاب أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وداعمة بقوة فاليوم برضو بتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ما تبقى وحيد الظروف شوي يعني شوي ضغطة شوي هيك بس إنه في نوع من أنواع الأشياء اللي بتجلب تعاطف وتأيد لتحركاتك ممكن تفرح بدعم من جهة ما يعني الأجواء تقريبا تحكي إنه الفترة هاي أو من هون لساعات المساء عن لقاءات وتعاون متبادل أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا بنقول لك انتبه شوي على أمور العمل حاول تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم وبرضو بالمقابل اهتم لصحتك من بعض التراجع الصحي أو بعض الضغوطات الصحية اللي ممكن أنها تأثر عليك بشكل سلبي وممكن تكون صحتك أو صحة أحد المقربين أو أحد الأحباء برج الأسد طبعا بتبحث عن حلول أنت اليوم بتحاول تجد حلول أو تجد دعم معين أو تجد مناصرة أو مساعدة في مسألة معينة بيطمئن بالك شوي من بعض المسائل ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما تتدمر من كثرة الأعباء ولا من الضغوط وبرضو بدك تسيطر على انفعالاتك وعصبيتك وما في داعي لتشويه السمعة بأي تصرف مهما كان أما بالنسبة للبيت الثاني ففي أمور ممكن تدعمك على مستوى بعض الأمور المالية زي مكاسب أو اهتمامات العلاقة بالوضع المالي زي تحصيل بعض المكاسب في منك رح ينجز بعض الأعمال بشكل جيد في منك رح يحصل على مكاسب من عمل إضافية أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو هدية تدعم وضعك أو تعزز من قدراتك أما بالنسبة للبيت الثالث فمنحكي الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل برضو اليوم عندك شغف للتواصل وحتى للاتصالات سرعة البديهة عندك جيدة رغبتك بالاندماج بالمجتمع قوية فيه إليك اهتمام رح يكون بالأجهزة الإلكترونية أو بأمور إليها علاقة بالاتصالات بالمواصلات برضو بتعزز علاقتك ما بينك وبين أخ أو جار الفترة هاي بتنشط بالحركة بشكل واسع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت مستقرة يعني طريقة التعامل الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة فيه نوع من أنواع الاهتمام الجيد أو موضوع معين أو نقاش أو حوار إلو علاقة بالبيت أو بالعائلة أو نوع من أنواع الاهتمامات زي تصليحات وترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي الأجواء جيدة جدا ولكن أهم شيء دون تسرع دون الأوامر ستسلط على الحبيب بالفترة هاي يعني حاول تضبط أعصاب قدر الإمكان ما في داعي لتوجيه اللوم أو حتى الإنزعاج من بعض الأمور يعني فكر بمنطقية بدون إصدار قرارات ممكن تكون سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى مسائل إلها علاقة بالعمل ولكن برضو بتحمل نوع من أنواع الأعباء ممكن يتراكم عندك عمل أو إنزعاج من زميل أو من موظف أو من معاون أو من شخص ممكن زبون عندك حاول تضبط أعصابك وتنتبه على صحتك برضو من بعض التقلبات اللي ممكن شوي تكون يعني موترة للوضع أو ضاغطة عليك فعشان هي كدك تنتبه على عملك وتنتبه على صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا روتينية على طريقة التعامل ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفة أو طريقة التعامل ما بينك وبين الزوج أو الزوجة حاول بس ضبط الأعصاب ما في داعي للإنفعال والعصبية لأنه عندك رغبة أو عندك يعني استعداد للتسرع ببعض الأحكام أو القرارات أو الكلمات أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الأمور جيدة على مستوى الأموال المشتركة وبتعزز من ثقتك بالنفس وقدرتك على التواصل أو جلب الدعم أو تأييد أو الاهتمام بمسائل إلا علاقة بالأموال المشتركة أهم شيء زي ما حكينا ما تتسرع بالمشتريات أو الرغبات وبرضو في نفس اللحظة اهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقضايا المالية المشتركة اللي زي نفقة أو ميراث أو ضريبة أو تأمين هاي كلها تهتموا فيها بشكل كبير الفترة هاي ممكن تحمل بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالبيت أو لوضع صحي معين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ضاغطة شيئا ما على أمور إلاها علاقة بالاتصالات والمواصلات وأمور إلاها علاقة بالسفر أو أشخاص خارج البلاد أو أجانب اللي عنده مقابلة أو عنده امتحان بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظ نهائيا ما في داعي للتسرع أو الغضب إذا حد خالفك في وجهة النظر وفي نفس اللحظة يعني إذا كان فيها أوراق قانونية أو معاملات حاول إنك ما تهملها أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فطبعا هنا أحنا نقول لك أنه الفترة هاي يعني بتحمل أشياء لها علاقة بالسمعة لأنه القمر موجود في بيت السمعة لغاية ساعات المساء يعني ممكن تكون جيدة للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شيء إنك ما تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط كبير ولكنها فترة مهمة ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على عصابك حتى لو شعرت بالانزعاج أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى مسائل لها علاقة بالأصدقاء أو حوارات أو لقاءات أو توجيه دعوة لإلك لحضور حفلة أو مناسبة أو يعني اتصال من صديق شوي ممكن يطمئن بالك من خلاله أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب الأجواء خالية ما فيه أي شيء فبقا بتعطيه قدرة على إنجاز أعمال وما بتخليها تتراكم وبرضه بتعطيه قدرة على الاهتمام بشؤونك الصحية وتوجاوز مراحل الضغوط يعني على الجهتين الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية برج العذراء طبعا الشمس تعطيكم دعم بوجودها في البيت الأول تعطي متعزز من ثقتكم بالنفس برضو قدرتكم على إنجاز كثير من الأمور رابطكم للانطلاق عالي جدا اليوم للتحرك حتى للتواصل ممتاز جدا أهم شيء زي ما حكينا هي بس لأنه تأثيرات المريخ وهي الأشياء اللي ممكن تخليك تتوتر في لحظات وتفقد السيطرة ولكن إجمالا الأجواء بلشت تتخذ تروح لها الاتجاه الصحيح أو الاتجاه الجيد أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اليوم عندكم نشاط عالي على أمور الهلاقة بالوضع المالي إما لتحسينه أو جلب دعم أو قروض أو مستردات إلك يعني أموال حقوق تحاول تستردها الأجواء بتدعمك وعندك قدرة حتى على الإقناع وعلى الحوار يعني فترة ممتازة حاول إنك تستغلها أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا تنشطوا بالاتصالات والحوارات والتنقلات اليوم برضو قدرة الإقناع عالي جدا عندكم ممكن تهتموا بمسائل إلها علاقة بالسيارة أو إلها علاقة بالتليفون ممكن أعطال أو أمور طارئة الأهم ما في داعي للتسرع أثناء قيادة السيارة وإذا كان عندك امتحان بدك يعني تدرس وتستعد هي الأجواء إيجابية ولكن بدها نوع من أنواع الاستعداد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الشوي ممكن تشكل نوع من أنواع الضغوط أو القلق من مسألة معينة أو تتوتر يعني من بعض الأحداث المنزلية ممكن أعطال ممكن مشاكل ممكن تقلبات بالمزاج ممكن خلاف معين على نقاش يعني حاول تضبط أعصابك بس ممكن تحمل لك قلق على أحد أفراد البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية أثناء تعاملكم مع الأحبة يعني بتوطد من العلاقة ما بينك وبين الحبيب ممكن تخليك تتراجع عن قرار سابق أو تسعى لمصالحة أو لتلطيف الجو أو تسعد بلقاء عاطفي أو فكري أو هواية معينة أهم شيء ما في داعي للخلافات ولا للنقاشات ولا للحوارات الحادة لأن الأجواء زي ما حكينا مش مناسبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع الصحي أهم شيء أنك ما تهم الأعمالك وبرضو لو حد حاول أنه يستفزك في مكان العمل حاول أنك تعد للعشر ملايين يبل ما توجه كلامك اللاذع أما بالنسبة لبيتك السابع فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت الشراكة أو طريقة التعامل ما بينك وبين الشركاء المال أو العاطفة أو الأزواج وبتوطد العلاقة اليوم بشكل جيد وممكن تسعى لمصالحة أو يعني نوع من أنواع تلطيف الجو أما بالنسبة للبيت الثامن فمنرجع من نبه على موضوع العلاقة بالأموال المشتركة دير بالك من المجازفات والمغامرات والمراهنات وإحذر من النصابين والمحتالين ما تجازف بمشروع أو بأموال الغير بدون دراسة الوضع بشكل كامل ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالقضايا البنكية أو المحاكم أو مسائل إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي ضريبة وتأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا اليوم ممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح عندك بشكل كبير عالي وبتعود لإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جدا بتسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك الفترة هاي فيها لا كثير من موليد برج العذراء بتحمل إما سفر محتمل أو بتأمر إلو علاقة بالسفر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بطريقة التي تعاون ما بينك وبين بعض الأشخاص يسعدوك في إنجازها ولكن الأهم دون مجازة في أو مغامرات أو أشياء شوه السمعة وابعد عن الخلافات قدر الإمكان مع زملائك أو رؤساءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى علاقاتك أو أصدقائك فاليوم ممكن يحمل لك لقاء أو زيارة مثلا أو يتوجه لك دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة وبالنسبة لبيتك 12 تقريبا الزهرة هي اللي بتضغط شوي بتضغط على مكان العمل أو على أعمالك أو عمل صعب أو نقاش صعب أو قلق من أشخاص بتتآمر عليك في مكان العمل وبرضو بتساعدك على مستوى أمر إلو علاقة بالوضع الصحي أهم شيء أنك تنتبه من التقلبات الصحية راقب غذائك وراحتك يعني الأجواء مش خطرة كثير وتحمل أشياء إيجابية لصالحك برج الميزان طبعا القمر تحرك الآن صار في البيت الثامن ضايله لآخر يوم بعدين بدو ينتقل للبيت التاسع راح يمنحكو طاقة جيدة جدا ولكن لغاية ساعات المساء بتكونوا من تقلبات النفسية أو الأمور الصحية أو الضغوطات اللي ممكن تعانوا منها كلما اقتربتوا لساعات المساء بصير الأجواء أحسن وبتدعمكم بشكل أقوى رغم ضغوطات بيت المتاعب إلا أنه بتحسه النفسية تغيرت بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم بيحمل بعض الاهتمامات على المستوى المالي ممكن تحصيل مالي أو مكاسب من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم التقليل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والنقاشات وحتى على اهتماماتك على مسائل إلها علاقة بالمدارس أو بأخ أو جار ولكن دك تضبط أعصابك من الإنفعالات والتوترات والتقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت في بعض الضغوط أو الحدية بالطباع إلها علاقة بمواليد العشرية الثالثة أكثر شيء صحيح الأجواء مش كلها ضاغطة يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية ممكن تنجزه وتحقق وبعض الإنجازات اللي إلها علاقة بالبيت ترتيبات واجبات أو أعمال ولكن الحدية ظهرة عندك أو على طباعك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التحاور والنقاش ما بينك وبين الأحبة أو الاهتمام بأحد الأبناء أو الوالدين ممكن تعزز هواية أو تواصل مع أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يكون له بعض الإهتمامات على المستوى الصحي أهم شيء أنه تراقب إنفعلاتك وعصبيتك أما بالنسبة للبيت السابع فهنا التحذيرات رح تكون على كل موليد برج الميزان وتحديدا موليد العشرية الثالثة من أمور العلاقة بالنقاشات والحوارات والاستياء من تصرفات الشركاء شركاء المال أو العاطفة وخصوصا الأزواج إما إهمال أو عصبية أو تطور لوضع بشكل مفاجئ جدا ممكن يصل لمرحلة الانفصال أو إنهاء علاقة زوجية شوي يعني تكون بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء طبعا القمر موجود فيه لغاية ساعة المساء تظل الفرصة جيدة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية سارع لتهديئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة ممكن أنك اليوم تحاول أنك تتصرف في بعض الأمور عشان يكبر نقول لك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور إلى نصابها ممكن تنشغل بمعاملات أو أوراق أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء بتظلها روتينية لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا بأمور إلها علاقة بالاتصالات يعني كل ما اقتربتوا لساعات المساء بتلاقي عندك رغبة للتواصل أو اتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة بالسفر إذا كان عندك أي اهتمام بأوراق أو معاملات قانونية حاول أنك تنجزها بالكامل وما تهملها إذا عندك امتحان جامعي أو مقابلي بدك تتركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة بتعزز من علاقاتك وثقتك بالنفس وبرضو ممكن تستثمر أو تستفيد من أحد العلاقات إنه يدعمك في مسألة معينة يعني الفترة هاي ممتازة على مستوى بيت السمعة وبرضو بتحقق فيها إنجازات جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت العلاقات أو الأصدقاء ولكن في حدية بالطباع ممكن إنزعاجكم من بعض المعارف أو من صديق معين حاول إنك تضبط أعصابك اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن برضو يصير نوع من أنواع الخلاف أو سوء التفاهم بالمناسبة هاي أو من صديق أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما زالت الشمس موجودة في بيت المتاعب هي اللي بتعطل بعض المسائل ما بتخليها تمشي بسهولة وبتظهر بعض الضغوطات عليك فحاول تضبط أعصابك قدر الإمكان وحاول تنجز أعمالك حتى الأعمال الضرورية ما تبدأ بعمل جديد راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات ممكن تحمل لك قلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا القمر مقابلك تماما يعني بعطيك أشياء إيجابية أي إشياء العلاقة بالشراكة جيد يعني بدعمك بشكل قوي على مستوى هذا الباب ممكن اليوم تقوم ببعض الأعمال المهمة وتنشط ببعض الحركة ولكن تنتبه على طاقتك لأنها ضعيفة فممكن هاي شوي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت الثاني فشوي هاي الأمور بتطلب منك ضبط الميزانية ممكن تهتم ببعض المكاسب أو الفرص المالية ممكن تحصل المكاسب من عمل إضافي ولكن تنتبه من الدفعات أو الغرامات اللي ممكن تترتب عليك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها فيها عصبية وحدية واتخاذ قرارات خاطئة ممكن ما تكون لمصلحتك فحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك تحاور وتناقش بهدوء انتبه أثناء تنقلاتك بالسيارة إذا عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد اليوم ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا ما في أي تأثيرات سلبية عشان هيك بتقدر تنجز أعمالك البيتية والعائلية بشكل جيد أو بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات ببعض أفراد العائلة أو نقاش بموضوع أو واجب اجتماعي أما بالنسبة للبيت الخامس فالفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة على المستوى العاطفي يعني ممكن تتخذ بعض القرارات الصعبة اللي ما تكون لصالحك أو تعيش بوهم أن الحظ دعمك وهو مش دعمك فهي تفشل أو يصيبك نوع من أنواع الإحباط أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة وهي بتحدث لك مفاجآت يعني ممكن ما تكون بالحسبان إما أعمال صعبة أو بتراكم عمل أو خلاف ما بينك وبين أحد المعاونين أو الزملاء أو الزبائن أما بالنسبة للوضع الصحي بدك تحضر من بعض التقلبات وتنتبه على منطقة الظهر وأسفل الظهر من الإصابات وبرضو أمور إلها علاقة بزيادة الوزن أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تحدث بعض المفاجآت بشكل عنيف جدا على مستوى علاقتك بالزوج أو الزوجة أو أمور إلها علاقة بالقضايا المفاجئة اللي ممكن تصل لأنها توصلك للمحكمة طبعا الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تتجنب الانفعالات اللي بتخفي عداوة لسيما العداوة الإدارية مع المسؤولين احذر من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر والخصم قوي وشرس بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها شوي تعطي اهتمام على مستوى الأموال المشتركة أو غرامات أو دفعات أو التزامات مالية إذا كان عندك قضايا مالية حاول إنك تتممها بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة حاول إنك يعني تسيطر على الانفعالات بالفترة هاي وخصوصا إذا كان في قضية مالية أو مطالبات مالية عليك رتب أمورك بشكل جيد وبطريقة عقلانية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر وبرضو بدك تنتبه إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة بتقول لك ما تجازف وما تغامر ما تشوه سمعتك الفترة هاي مش لصالحك مخالفة القوانين ضدك تماما فعشان هيك ما تشوه سمعتك بأي شيء العلاقة إما بتصرفاتك أو بعملك أو مكان عملك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء بتدعم من علاقاتك ومن علاقاتك مع الأصدقاء أو تعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأصدقاء ولكن حاول أنك ما تتحسس من بعض الأمور ممكن تنشط بأشياء إلها علاقة بزيارة بأمور إلها علاقة مناسبة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة فالأجواء جيدة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا عطارد بعزز قدرتك على إنجاز بعض الأعمال ولكن بدك تنتبه من إجهاد نفسك ببعض الأمور اللي ممكن تنعكس عليك سلبيا على المستوى الصحي أو على المستوى الفكري وبتحمل قلق على مستوى يعني أشخاص مقربين لا إلك برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول القمر الآن موجود في البيت السادس لا إلك فعشان هيك شوية بيكون في عندك شوية ضغوط أو قلق من مسائل معينة ممكن تتوتر أو تنشحن بطاقة سلبية بسرعة هائلة جدا لا أهم تنتبه على صحتك خلال الأيام هاي وما تتخذ قرارات لأنه ممكن القرارات هي تكون مش لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني بتحمل نوع من أنواع الضغوط على المستوى المالي أو مصاريف أو أعباء أو ضغوطات بدك تنتبه من بعض التقلبات المالية اللي ممكن تصير على الساحة يعني حاول تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات وعندك قدرة على الإقناع جيدة وسرعة بديها جيدة أهم شيء ضبط الأعصاب وعدم التسرع في اتخاذ القرارات وإذا عندك امتحان بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا ما زال الفكر أو الخيال أو يعني الأوهام بتضغط عليك بالفترة هاي حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن الخلافات والنقاشات وعن أمور إلها علاقة بسوء التفاهم بينك وبين أفراد العائلة إنجز عمالك الروتينية وأمورك البيتية بشكل روتيني وابتعد عن الخلافات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ضاغطة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالعواطف أو بالعاطفة أو بالأحبة وهي بتحدث خلافات أو نقاشات أو انتهاء علاقة عاطفية بطريقة مفاجئة وممكن تكون مسيئة فعشانك بدك تنتبه لهاي الأمور ما تفاقم الأمور وما تكبرها الأجواء ضاغطة بشكل سلبي أثناء تعاملكم مع الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا بتضغط على مسائل إلها علاقة بالعمل فرغم تراكم العمل أنتو عندكو قدرة على إنجاز كثير من هاي الأمور أهمش أنكو تنظموا جدوى الغذاء كم تأخذوا قصد كافي من الراحة في الفترة هاي حاول أنك ما تلتهي ومن المستحسن أنك أنت ما تبدأ عمل جديد حاول أنك تنجز أعمالك بشكل مبكر إذا أردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة إذا استغلتها بشكل جيد وبتتحول الأمور لصالحك أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي الأجواء الروتينية بطريقة التعامل ما بينكم بين شركائكم أو الأزواج أو طريقة التعاملكم بينكم وبين بعض ولكن أهم شي بدون صدامات أو نقاشات حادي بالنسبة للبيت الثامن تقريبا الأجواء برضو جيدة على مستوى الاهتمام بمسائل مالية ومشتركة ولكن انتبه من القضايا المالية زي نفقة مثلا أو ضرائب أو تأمين أو تراكم بعض الأموال أو حقوق بعض الأشخاص بطالبه فيها حاول أنك تبعد عن القضاء بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن عصبيتك وحديتك ممكن تخرب عليك بعض الأمور في منك ورح يرغب في مسائل إلها علاقة بالسفر أو التنقلات أو علاقة جديدة مع أشخاص خارج البلاد إذا كانت المسائل إلها علاقة بالأوراق القانونية والمعاملات تهتم فيها بشكل جيد وما تهملها وإذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وما تتسرع بالإجابة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواب تدعمك على مستوى بيت السمعة شيئا ما فممكن أنك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة كمان بمساعدة أحد الأصدقاء أو أحد المعارف أهم إيش أنك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر بالفترة هاي بشكل سلبي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواب تدعمك على مستوى الأصدقاء والمعارف فممكن يساعدوك في مسألة معينة وممكن يطمئن بالك من قبل صديق يساعدك في مسألة أو يدعمك في مسألة الأهم أنك أنت يعني تضبط أعصابك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء هنا بتضغط على مستوى أمور إلا علاقة بالعمل والصحة فعشان يكدك يتراقب أعمالك تنجزها بوقتها وحاول أنك تنتبه لبعض التقلبات الصحية الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا اليوم داعم وبقوة لغاية ساعات المسافة حاولوا تستغلوا الأمور لصالحكم الأجواء بتجيدة وبتساهل الأمور وبتعمل مفاجآت على مستوى العلاقات العاطفية أو علاقاتكم مع الأحبة بالفترة هاي إما إيجابية طبعا المفاجآت أو سلبية على حسب طبيعتكم ولكن إجمالا أنا بشوف فيها نوع من أنواع الإيجابية لأغلب موليد برج الجدي حاولوا قدر الإمكان إنه إذا بس تتعاملوا عن مستوى البيت الثاني اللي هي الأمور الأموال تضبط أعصابكم لأن الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف أو الأعباء أو الضغطات المالية أو القلق من وضع مالي معين في منكو رح يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن ضغط المال وارد أما بالنسبة للبيت الثالث يعب تنشطوا بالاتصالات والحوارات والتواصل اليوم أو التنقلات والاهتمام بمسائل إلها علاقة بالسيارات أو بالهواتف أو بالكمبيوترات في منكو رح يكون له تعامل ما بينه بين أخ أو جار أهم شيء إذا كان عندك امتحان حاول التركز وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بعزز علاقتك على مستوى البيت وبس بدك تنتبه أنه المريخ بما أنه ضغط موليد العشرية الثالثة هذول بدهم ينتبهوا من التقلبات والحدية والصدامات والنقاشات والعنف المنزلي أو الأسري بدكو تنتبهوا من توتر الأوضاع ما تصعدوها وما تكبروها عشان ما يصير خلاف من لا شيء بالنسبة للبيت الخامس طبعا القمر بما أنه في البيت الخامس فاليوم بترغب وتقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وفي منكو ممكن يمارس نشاط فني أهمش إنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت للأحباء ممكن تنمو بعض العلاقات وتزدهر ولكن ما تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال حتى لو تراكمت أو كانت كثيرة في عندك قدرة على إنجازها وممكن اليوم يصير لك نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينك وبين أحد الزملاء أو لأحد المسؤولين أهم شي إنك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات بالنسبة للبيت السابع يعني على مستوى بيت الشراكي من قلك دير بالك من أي نقاش أو حوار حاد لأنه ممكن يوصل لقطيع أو انفصال بالعلاقة بشكل مفاجئ وخصوصا إذا ساعت أنت الخلاف فعشان هيك حاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب اكسب من زوايا معينة إيجابية اليوم للتقريب وجهة النظر أو لمعالجة مسألة قديمة أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الضاغطة أو تظهر بعض الأمور الضاغطة اليوم اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن أمور إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين محكمة مالية ممكن بعض المصاريف للزيادة تكون عبئ إلها علاقة إما بالبيت أو إلها علاقة بالصحة ممكن تهتم فيها بشكل كبير يعني بمعنى آخر بدك تضبط عصابك وتعرف كيف تدير وضعك المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد وبتدعمك على مستوى الامتحانات الجامعية ودراسة تخصص معين أو علاقتك ما بينك وبين زملائك بالجامعة أو بمؤسسة تعليمية أما بالنسبة للبيتك العاشر فبنقول لك هنا بدك تنتبه من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالسمعة حاول تعزز من سمعتك ومن علاقاتك من ثقتك بالنفس ممكن اليوم تسمع كلام إطراء أو ثنى على بعض الأمور ممكن توطد علاقة ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل الأجواء جيدة ودعم العلاق على مستوى عملي جديد أو بالعمل أو مكان عمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء برضو إيجابية على مستوى الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء الأجواء يعني تقريبا لصالحك بكثير من الأمور ممكن تستفيد من بعض العلاقات لمساعدتك في مساء معينة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب حاول تنتبه بشكل واضح على أمور العمل إنجز أعمالك ما تخليها تتراكم انتبه لصحتك من بعض التقلبات وممكن اليوم يحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم بما أنه لسه زاوية تربيع أساسا مع برجك لوجود القمر هو بعزز شوي من نفسيتك بعطي نوع من أنواع الاستقرار ممكن يكون لك اهتمامات أكثر بالشؤون البيتية أو العائلية أو تتركز على أمور البيت أكثر بالنسبة للوضع النفسي هو مستقر شيئا ما يعني خفت الضغوط شوي ولكن حاول أنك ما تحتد أو تعصب في بعض المسال أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الفرص على المستوى المالي ممكن تسعى ببعض التحصيلات أو المكاسب أو تطوير أو تحسين وضع مالي معين في منكو رح يحص المكاسب بتيجي عادة من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن حاولوا تقللوا من مصاريفكم اللي أساسا بالفترة هي هي بتظهر لحالها هيك فبصير في نوع من أنواع العبئ أو الضغط عليكم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن زي ما حكينا العصبية موجودة ردات الفعل السلبية موجودة وخصوصا موليد العشرية الثالثة هذو لا بدهم يكونوا حذرين ومنتبهين وأول موليد برج الدلو فشوي إذا كان عندك تناقلات أو أمور العلاقة بالسيارات بدك تكون حذر أثناء تناقلاتك تنتبه على جهازك العصبي تنتبه على حالك أثناء الحركة من الإصابات وبرضو إذا عندك امتحان أو مقابلة ما تتسرع بالإجابة أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه بالظل فيه فرصة لإدخال تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسائل عائلية أهمش أنك ما تترك أحد يحبطك أو يحبط طموحاتك حاول أنك شوي ما تسمح لحد أن يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور الفترة هاي بتبدو مرهف الحس ومتوتر بسبب قلق ما أو أمور العلاقة بالسفر أو أشخاص مرتبطين بموضوع العلاقة بالسفر الفترة هاي فيها نوع إما ارتباط أو وعك صحية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي جيدة بتدعم من علاقاتك العاطفية وكل ما اقتربت لساعات المساء كل ما كانت أفضل وأقوى عاطفياً وممكن تتحسن الأجواء أو تشعر بنوع من أنواع الدعم أو الاستقرار العاطفي ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مسائل إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تعامل مع بعض الأشخاص بشكل إيجابي ولكن زي ما حكينا ابتعد عن الحدية أو العصبية وبرضو يعني بتهدد شوي على مستوى التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة هاي اللي بتكونوا حذرين أكثر شيء فيها اللي هي أثناء تعاملكم مع الأزواج من بعض التقلبات أو الحدية أو التسرع بالقرارات أو الخلافات اللي ممكن توصل لمرحلة الخلاف أو القطيعة ما بينكم فبدك تضبط أعصابك ما تساعد الأمور لهاي المرحلة أما بالنسبة للقضايا القضائية حاول تبعد عن أي أمر إلو علاقة بالقضاء بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتدعمك على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تحصل على بعض المكاسب أو دعم معين أو مساعدة في أمر مالي معين ممكن ينطرح مشروع أو فكرة حاول أنك تدرسها بشكل جيد ما تتسرع بالموافقة عليها في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بقضايا زي نفقة ميراث أموال الشريك أو الزوج ممكن تهتموا فيها بشكل كبير حاول بس أنه يعني تدير بالك أنه في الفترة هاي بتحمل المصاريف إما على إشي العلاقة بالبيت أو العائلة أو إشي العلاقة بالوضع الصحي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى مسائل اللي إلها علاقة بالسفر والتنقلات والحوارات والنقاشات حتى على مستوى الجامعات والامتحانات الجامعية أو علاقتك مع زملائك بالجامعة حتى على مستوى التنقلات على الشوارع المفتوحة كلها هاي أمور إيجابية وبتدعمك بإنجاز أو إتمام بعض المعاملات اللي إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى بيت السمعة بتعزز من علاقاتك وثقتك بالنفس وبرضو بتخلي فيه علاقة جيدة ما بينك وبين بعض الأشخاص اللي ممكن يساعدوك في بعض المسائل أم يشي ضبط الأعصاب ومعدم مخالفة القوانين ومجازف أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة بتدعمك برضو على مستوى مسائل إلها علاقة بالأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين يعني في نوع من أنواع الإيجابية في هاي المسائل أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا إحنا بنحكي بيت متاعبك للجدي فعشان هيك موليد العشرية الثالثة وموليد العشرية الأولى هم أكثر ناس بحسوا بالضغوطات بالفترة هاي فبتكون تنتبهوا من بعض تراكم الأعمال أو مشاكل بالعمل أو سوء تدبير بمكان العمل يعني أشياء بتيجي بشكل مفاجئ وبرضو أمور إلها علاقة بالتقلبات أو الأوضاع الصحية اللي بتطلب منك نوع من أنواع المراقبة أهم شيء زي ما حكينا تهتم بوضعك الصحي وبغذائك وما في داعي للتهور برج الحوت طبعا ما زال القمر في مكان ممتاز جدا داعم لإلك رح يظل لغاية ساعات المساء بعدين الأمور رح تتركز على إشيء العلاقة بالعائلة أو البيت إذ الظروف جيدة ومساعدة لإلك نفسيا أنت أحسن خلال هذا اليوم يعني فيه تحقيق لإنجازات أكثر حاول تستغلها من هون لساعات المساء بالأشياء أو إنجاز بعض الأشياء الضرورية والمهمة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة بتحمل نوع من أنواع الفرص على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن تظهر بعض المصاريف اللي شوي ممكن تكون مربكة أو بعض الأمور المالية اللي ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم بتنشط في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار إما إيجابي أو سلبي حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار وبرضو بتتمتع بالدينماكية وحماسة أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء حكينا في ساعات المساء رح يصير لك اهتمام على مستوى البيت صحيح مش هالإشي المربك ولكن عندك قدرة على إنجازها أو ممكن يظهر أمر عائلي أو أهمر منزلي طارئ أو اهتمامات منزلية أو بيتية تكون بشكل طارئ تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أو اهتمام خاص حاول بس تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا في نوع من أنواع التقلبات فدير بالك من تفاقم خلاف أو نقاش أو حوار ما بينك وبين أحد الأحبة إلى أجواء مش مساعدة بشكل كبير وأي خلاف ممكن يوصل لمرحلة صعبة حدير بالك من تقلب المزاج أو التقلب العاطفي أو الحساسية العاطفية الزائدة أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تكون منتبه من أمور إلها علاقة بالعمل أو أمور إلها علاقة بالصحة فحاول قدر الإمكان تنجز أعمالك حتى لو تراكمت ما تسمح للخلافات أو النقاشات أو الحوارات الحادة تصير ما بينك وبين أشخاص إما معاونين أو زبائن أو عملاء لا إلك بمكان عملك أو حتى مع زملائك بمكان العمل على المستوى الصحي بدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات وأمور إلها علاقة بارتفاع الوزن هاي بدك تنتبه الفترة هاي قابلية لارتفاع الوزن عالية جدا أما بالنسبة لأمورك بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى علاقتك ما بينك وبين الشركاء أو ما بينك وبين الأزواج فاليوم ممكن تدعم العلاقة أو توطدها أو يكون فيه إشي مشترك ما بينكم وممكن تجد بعض الحلول اللي كان صعب إنك تجدها بالفترة الماضية وممكن تتراجع عن قرار لا نوع من أنواع إما المصالحة أو للتقارب في وجهات النظر دير بالك بس من الحدية والعصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأمور زي نفقة ضريبة تأمين أموال الغير أمور إلها علاقة بالمحاكم أو المطالبات المالية أو بتحاول تسترد حقوق لإلك من أشخاص يعني بتنشط في هاي المسائل أهم شيء ندير بالك أنه الفترة هاي بتحمل أعباء إما إلها علاقة أعباء ومصاريف مالية إما إنها علاقة بالبيت أو إلها علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الرغبة في مسائل إلها علاقة بالسفر أو قدوم أشخاص من السفر يعني الأجواء بتضغط على هاي المسائل اللي عنده امتحان جامعة أو مقابلات بده يركز بشكل جيد خلال هذا اليوم يعني الأجواء داعملة إلك حاول تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما في أي مشاكل بالعكس عندك قدرة لتوطيد العلاقات مع زملائك ورؤساك بالعمل وممكن تسمع كلام إطراء أو ثناء أو دعم معين وبرضو على مستوى السمعة بتقدر تدافع عن سمعتك وتعزز سمعتك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء الأصدقاء وفي منك رح يعني إما أنه يبادره بزيارة اجتماعية أو أشخاص تيجي تزوره على البيت أو يكون عندك مناسبة داخل البيت أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى العمل يعني بتساعدك على إنجاز الأعمال وتجاوز تراكمها يعني في عندك رغبة لهاي الأمور وتوطيد العلاقة مع المعاونين ممكن تكسب مكاسب جيدة من العمل خلال فترة هاي برضو أهمش أنك تهتم للوضع الصحي من بعض التقلبات تراقب غذائك وراحتك حاول تبعد عن أي شيء العلاقة بالتوتر العصبي أو الوسواس وممكن برضو تهتم بصحة أحد الأحبة أو حدث معين يكون طارئ هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر